منذ أشهر تستمر الجمعيات المتطرفة وبدعم من حكومة الاحتلال بتغيير معالم الأراضي في خربة الفارسية كما وتستمر ببناء وحدات استطانية جديدة لخدمة التوسع الذي تشهده معظم المستوطنات في الأغوار الشمالية احتلال وعصابات المستعمرين تسابق الزمن من أجل السيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية المحيطة بتجمع الفارسية وأيضا في تجمع الفارسية خلت خذر هناك ما يريده المختصبون من هذه الأراضي هو إطباق السيطرة بشكل كامل على التجمعات السكانية الفلسطينية اليوم وهذه حقيقة موجودة على الأرض المواطنين الفلسطينيين هم محاصرين داخل مساكنهم لا يستطيعون التوجه إلى المراعي هناك بعض البيوت لا يستطيع أن يبتعد عن مسكنه سوى عشر أمطار تدعي حكومة نتنياهو تجميد قرار ضم الأغوار على الأرض جميع النشاطات تدل على استمرار العمل به بل منحت حكومة الاحتلال كافة الصلاحيات للجمعيات وما يسمى مجلس المستوطنات بضم كافة الأراضي وطرد المواطنين منها الكرارات التي يصدرها والتي يقدمها ما يسمى باسموتريتش وابن غفير هذه كرارات وهذه مشاريع لديهم الموافق عليها من حكومة هذا الاحتلال اليمين المتطرف من أجل السيطرة على مناطق الأغوار وتحديدا على البؤر الاستيطانية وشرعنة البؤر الاستيطانية وشرعنة المستوطنات التي كانت في نظر حكومات الاحتلال السابقة بأنها مستوطنات غير شرعية باتت العديد من التجمعات السكانية فارغة من أصحابها الشرعيين نتيجة المضايقات والانتهاكات بكافة أشكالها التي تنتهجها عصابات المستوطنين ضد المواطنين الاستمرار في البناء في المشاريع الاستيطانية يدل على أن حكومة نيتنياهو لا تكترث بالقرارات الدولية التي تطالب بوقف النشاط الاستيطاني الذي من شأنه أن يقوض عملية السلام من خربة الفارسية بالأغوار الشمالية أمير شهين تلفزيون فلسطين